يتواجه غدن الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة الرسمية لمدة يومين للتباحث مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حول سبل تعزيز العلاقات الصناعية الوثيقة التي تربط البلدين بالإضافة إلى مواصلة التشاور والتنصيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم إن زيارة الرئيس إلى دولة الكويت الشقيقة تأتي في إطار علاقات الإخوة المتميزة التي تجمع بين البلدين وبما يساهم في دفع أفق التعاون بينهما في مختلف المجالات وتأجيداً لحرص الجانبين على استمرار التنصيق المشترك بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز وحماية الأمن القومي العربي ومن المقرر أن يتوجه الرئيس السيسي عقب انتهاء زيارته لدولة الكويت إلى مملكة البحرين الشقيقة ويعقد جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى الخليفة وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الصناعية المتميزة على كافة الأصعضة ترجمة نانسي قنقر